أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لسيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر بما يصهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر أكد رئيس الوزراء أن مصر يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر خاصة في ظل استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها وتمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع الوعد بما يتواكب مع جهود الدولة ذات الصلة بجذب الاستثمارات المحلية والعالمية ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة أشار مدبولي إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة إجراءات تحويل عدد من الاتفاقيات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود لهذه المشروعات ومشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف استكمال للخطوات التي تخذتها الدولة في هذا المجال